معلومات عن كانية التوصل إلى وقف الحرب في لبنان خلال الفترة تمتد ما بين أسبوع إلى عشرة أيام أو أسبوعين معلومات تتحدث أيضا عن أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يريد مواصلة أمس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الحالي لمساعيه في هذا السياق موقع المدن يشير إلى ضغوط أمريكية ستمارسها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل لوقف الحرب فالموقع تحدث عن تلويح بوقف الدعم العسكري وعدم تدفق الأسلحة لإجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على وقف النار قبل أيام كثر الكلام عن تحرك جديد يفترض أن يقوم به هوكشتاين الأسبوع المقبل باتجاه تل أبيب وبيروت هو تحرك كناية عن خارطة طريق يحملها معه الموفد الأمريكي تتضمن التالي إعلان هدنة وهو شرط التزام الطرفين بتطبيق القرار الدولي 17-01 انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وانسحاب حزب الله إلى الشمال من الليطاني وانتشار الجيش اللبناني انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان وبدء المفاوضات لتثبيت الحدود وتطبيق 17-01 لكن تبقت نقطتان أساسيتان لا تزلان مبهمتان في تلك الخارطة خارطة الحل وهما مدة الهدنة وآلية تطبيق الاتفاق ومراقبته من الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي سينضم إلينا بعد قليل ومن بيروت ينضم إلينا المستشار مستشار الحدث لشؤون الشرق الأوسط الأستاذ علي حمادة مرحبا بك شكرا لوجودك معنا ما مدى جدية إسرائيل اليوم في وقف إطلاق النار مع لبنان وما هي المؤشرات التي تدعم هذه الجدية السؤال يمكن أن يطرح على الطرفين ليس واضحا مدى الجدية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار طالما لم تنهي عمليتها وبالمعنى الاستراتيجي وهو تدمير كل المنطقة الجنوبي نهر الليطاني وإلحاق أضرار بالغة جدا بشمال الليطاني لإبقاء ما أمكن من الحاضنة الشعبية التي يتحرك من ضمنها حزب الله في منطقة الجنوب على قاعدة أن إسرائيل تعتقد بأنه طالما هناك حاضنة شعبية فأن حزب الله يمكن أن يعود ويتحرك بحرية كبيرة في هذه المنطقة هذه نقطة فيما يتعلق بحزب الله هناك نقطة غامضة وغامضة جدا حتى الآن نحن في بيروت نبحث عن إجابات ولا نلقى إجابات وهي ما هو موقف حزب الله من القرار 1701 جل ما نسمعه هو موقف رئيس مجلس النواب المكلف من حزب الله والذي كلف رسميا عبر خطب الأمين العام الجديد نعيم قاسم إنما في مرتين خرج بهما على الإعلام نعيم قاسم لم يذكر بالحرف أي إشارة لم يتحدث بأي إشارة إلى القرار 1701 ولكنهم وكلوا بري لأن يقوم بالحديث عن 1701 كونه سياسي وكيل الحزب هو بري نعم لكن هذا الأمر أيضا لم يكن واضحا لأنه عندما جرى توكيل الرئيس بري علنا عبر نعيم قاسم أشير إليه باعتباره الأخ الأكبر لحزب الله وبأنه هو الذي يتفاوت لم يتم أي إشارة للقرار 1701 وعلى قاعدة أن ربما حزب الله وهذا أمر محتمل جدا لا يريد الانسحاب من منطقة الجنوب التي تنص عليها بنود القرار 1701 وهو يعتبر بأن المقاتلين هم أبناء المنطقة وبأنه موجود ضمن بيئة حاضنة وهي البيئة التي تحتاج إلى ما يسمى بالمقاومة على الأرض في لبنان من أجل حمايته لذلك هناك علامات غموض ولا نزال في بداية الطريق نحو وقف لإطلاق النار نشرك معنا في الحوار الآن من الناصرة الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذة نظير مجلي مرحبا بك شكرا لوجودك معنا أطرح عليك ذات السؤال الذي طرحته على العميد ماذا يمكن أن نفهم من هكذا تصريحات إسرائيلية وما مدى جدية إسرائيل اليوم في الوصول إلى اتفاق مرحبا بك عزيزي روكو بالإخوة والضيف الكريم طبعا والمشاهدين والمشاهدات في إسرائيل نتنياهو ليس معنيا باتفاق هذا الأقل ما يقال لأنه معني بالأساس في الإبقاء على الحرب على وطيرة منخفضة وحتى يحقق أدافه السياسية والشخصية ولكن اليوم يوجد وضع جديد في الولايات المتحدة وهو يريد أن يذهب باتجاه الرئيس ترامب ولا يدخل في صدام معه هو ترامب يضع قضية لبنان رقم واحد لذلك هو مضطر إلى الانسجام بشكل أو بآخر مع ترامب مع إدارة ترامب التي تطلب منه أن ينجز اتفاقها قبل أن يصل ترامب إلى البيت الأبيض يعني مفهومة بهذا الشكل في إسرائيل الآن كعادته نتنياهو إذا استطاع أن يوقف أو يبطل أو يجهد الاتفاق وأن يكون المتهم بذلك هو حزب الله فلن يتردد في مساعدة حزب الله على هذه القطوة هذا ما يفكر فيه نتنياهو هكذا فعل محمد نحن ننتظر هوكشتاين سيزور المنطقة من المفترض هذا دليل نعم ويوجد أيضا الوزير الإسرائيلي ديرمان وزير الشؤون استراتيجية المقرب بنتنياهو سيسافر إلى واشنطن ويبدو أن هناك تقدبا في المفاوضات وهوكشتاين كان بالأساس يريد إنجاز رسالة ضمانات أمريكية لإسرائيل تطيح لها أن تقوم بضرب حزب الله فيما لو حاول أن يتقدم إلى الحدود هذا الأمر لديه مفروض أن يتم بسطى شروط وليس بشكل أوتوماتيكي بمجرد دخل أحد العناصر فإسرائيل تذهب غار عليه إنما يجب أن يكون هناك شروط بمعنى أن يهتم الاتصال مع الولايات المتحدة أو توجد آلية للاتصال مع اليونفير والجيش اللبناني وهلو مجرعا يعني الأمور التفصيلية هي التي يجري النقاش عليها في هذه الرسالة فإذا تكون رسالة طمأنة من الرئيس الأمريكي إلى الرئيس الوزراء الإسرائيلي وليس جزء من الاتفاق المكتوب في ما بين لبنان وإسرائيل ما بين لبنان وإسرائيل المطروح هو 1701 ومعاقبة لتطبيقه أعود من جديد إليك أستاذ علي حمادة نحن ننتظر زيارة هوكشتاين إلى المنطقة ونربطها أيضا بزيارة ديرميل إلى روسيا هل بالفعل نحن الآن وصلنا إلى مراحل متقدمة فيما يتعلق بوصول الحزب وإسرائيل إلى هدنة نحن نتحدث عن ربما نقطة أو نقطتان في المجمل أخشى أن أسارع وأتسرع في القول نعم لأن لدينا تجربة غزة والمفاوضات حول وقف اطلاق النار في غزة والصفقة في غزة وحتى الآن أنتم تعرفون ماذا يحصل بكل الأحوال فيما يتعلق بلبنان هناك تناهى إلى مسامعنا بأن الرئيس المنتقب دونالد ترامب قد قال لأبلغ أموس هوكستين بأن عليه أن ينجز اتفاقا وينهي الموضوع وبأنه أعطاه ثقته لإنجاز هذا الموضوع موضوع يعني الصفقة في لبنان وانهى القتال هذا ما تناهى إلى مسامعنا لكن ليست لدينا تأكيدات من مصادر مستقلة غير المصدر الإعلامي الذي سرب هذا الخبر هذا أولا ثانيا هناك النقطة المتعلقة بمجيء هوكستين إلى لبنان قيل بأنه آت الأسبوع المقبل إلى لبنان لكن حتى الآن ليست هناك من اتصالات مع المستوى السياسي اللبناني أنتم تعرفون رئيس الحكومة وزير الخارجية هم خارج البلاد طبعا المفاوض هو رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إنما هذا أيضا لا يكفي لأن هناك إجراءات وتفاصيل يحتاج هوكستين للتفاوض حولها مع كل المستوى السياسي وليس فقط مع الرئيس نبيه بري مع قائد الجيش مع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية طبعا هو ضمن إطار رئاسة الحكومة إنما المهم في ذلك كله ليس هناك من تأكدات مواعيد لم تأخذ حتى الآن لم تطلب أي مواعيد لا من رئاسة مجلس النواب ولا من رئاسة مجلس الوزراء ولا من وزارة الخارجية وبالتالي نحن في الانتظار هل هذا هو مؤشر على أنه ثم تتقدم ربما هل هذا مؤكد لا أعتقد بأنه مؤكد ولا يسعنا أن نؤكد من جانبنا على هذا الخبر خبر مجيء آموس هوكستين بالرغم من المعلومات التي جرى تسريبها لا تزال معلومات إعلامية طيب قبل أن نذهب إلى الأستاذ نظير يجب أن نتوقف عند هذه الأخبار العاجلة الآن إحصاء رسمي يتحدث عن ارتفاع عدد قتل الغارة على بلدة علمات في قضاء جبال شمال بيروت إلى نحو عشرين حتى اللحظة وكان قبل قليل مفد الحدث تحدث عن غارة على منزل في بلدة عدلون قضاء صيدة وتحدث عن سقوط ضحايا وإصابات ننثر در المزيد من التفاصيل حول الغارة الإسرائيلية أعود إليك من جديد أستاذ نظير نتحدث عن تحركات دبلوماسية والجميع يتفق أن ما يحصل في قطاع غزة ليس من المفترض أن ينسحب على لبنان أو أن الجبهتين لا يتشبهان في كثير من الأحيان ما النقاط العالقة اليوم حتى يعلن نتنياهو عبر قنوات مختلفة نقلته عن مسؤولين بأن العمليات شبه انتهت ولكن لا إعلان لوقف إطلاق النار حتى اتفاق واضح المشكلة هنا نتنياهو حقيقة صحيح أن حماس لنست بريئة من كل هذا التأخير وهي أيضا تعاني من أوضاع داخلية كما يبدو ليست قليلة تجعلها لا تتقدم لا تتشجع أو لا تشجع على التقدم إلى الأمام بالشكل الكافي ولهذا رأينا أن هذا الموقف القطري في تجميد المشاركة القطرية في المفاوضات لكن المتهم الرئيسي في هذا الموضوع هو نتنياهو وهذا ليس فقط تقوله حماس وقطر وإنما تقوله أيضا المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والأمنية التي هي تقود التطاوض بين إسرائيل وحماس ونتنياهو لم تتغير أوضاعه وظروفه التي تجعله يفضل أن تستمر الحرب حتى يستطيع أن يتبت أقدامه في حكومة إسرائيل في رئاسة حكومة إسرائيل حتى ذلك الحين توجد ضغوط أمريكية إلى أي مدى تكون جدية هذا هو المقياس توجد أيضا الأرض ما يجري على الأرض أيضا يؤثر على ذلك وكما نعرف على الأرض من يقتل هو الفلسطينيون بالأساس ولكن أيضا إسرائيليون وهذا لا يؤثر كثيرا في رئي العام المعركة الشعبية في إسرائيل من أجل المخطفين هي أيضا لم تتحرك بشكل لازم هذا السبت كانت مميزة يوم أمس بأنها وصلت إلى حوالي خمسين خمسين ألف مشارك في حوالي ثلاثين مظاهرة هذا مهم ولكن هذا غير كافي وإذا تطور فإنه سيشكل عن سردات مهم وطبعا يوجد ترامب ترامب يريد إنهاء هذا الملف كما أوصل على إسرائيل المشكلة عنده في الملف الإيراني يريد أن يتم هناك توجيه ضربة سريعة ففيما يتعلق في قضية خرستيان الخلاف ليس على تفاصيل الاتفاق ليس على حجم هنا وحجم هناك هذا كله المتفق عليه تقريبا المهم أن تكون إرادة سياسية في إسرائيل لذهاب إلى هذا الاتجاه أعود إليك أستاذ علي حمادة هل هناك اليوم سيناريوهات تعتقد أن لبنان سيكون فيها في وضع أفضل أو أسوأ في حال قبول وقف إطلاق النار تسمح لي أعطيك بريكين نيوز على موضوع هذه الغارة الكبيرة على بلدة علمات في قضاء جبايل معلومات التي وردتني الآن في هذه اللحظة أنه طبعا عشرين حتى الآن تأكد سقوط عشرين قتيل إنما في البيت يوجد في هذا المبنى يوجد أكثر من خمسة وثلاثين شخصا ولا تزال عمليات البحث بالأنقاض وصحب القتلى جارية حتى هذه اللحظة إذن نحن يمكن أن نتوقع أكثر من عشرين إلى خمسة وعشرين قتيلا على أقل تقدير يعني هذه ضربة كبيرة وضربة خطيرة للغاية على صعيد الخسائر البشرية والإنسانية بالعودة إلى السؤال السؤال إذا كنت قد هل هناك سيناريوهات تعتقد أن لبنان سيكون فيها في وضع أفضل أو أسوأ في حال قبول الاتفاق أفضل السيناريوهات الحقيقة بالنسبة لكل لبنان هو وقف اطلاق النار إنما وقف اطلاق النار يجب أن يكون جزءا من عملية أوسع بالنسبة مفيدة للبنان بمعنى آخر تطبيق القرار 1701 بحذفيره وليس التملص منه ومحاولة الالتفاف عليه لأنه سوف يؤدي إلى نشوب حرب بعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة سنوات بين حزب الله وإسرائيل إضافة إلى ذلك ترسيم الحدود بشكل نهائي على الخط الأزرق من أجل أن تنتفي الحجة حجة ما يسمى بتحرير الأراضي اللبنانية وهي حجة كان يمكن يعني عدم استخدامها واستغلالها من أجل الذهاب نحو التفاوض حول ترسيم الحدود والنقطة الثالثة هي البحث في مصير سلاح حزب الله على الأراضي اللبنانية كافة لأنه سلاح أي مكون من خارج إطار الشرعية اللبنانية يؤدي إلى حروب لا نهاية لها وهذا ما شهدناه في الأعوام الماضية ولدينا هذه التجربة التي يخوضها لبنان ويعاني منها لبنان الآن وهي تجربة أليمة ومؤلمة وخطيرة للغاية على الكيان اللبناني هذه هي يعني لا يكفي وقف اطلاق النار فقط طبعا فوري يجب أن يتوقف النار لكن يجب أن يكون هناك عملية سياسية مواكبة مع الإسرائيليين لكن أيضا في الداخل اللبناني ما رأيك أستاذ النظير ماذا عن إسرائيل فيما يتعلق بأفضل وأسوأ الحالات إن ما وافقت على وقف اطلاق النار المنتظر ما وافقت على وقف اطلاق النار لن تكون مشكلة في داخل إسرائيل بالعكس الإسرائيليون يريدون وقف الحرب هم موهمون ببعض التصريحات السياسية والعسكرية الإسرائيلية التي تبشر بأنهم سوف يقضون على حزب الله ولكن بالتأكيد هذا الأمر الجنود يعرفون أن هذه المسألة ليست بهذه السهولة والأخبار التي تتحدث عن الضربات وطبعا الضربات اليومية التي تعرض لها الإسرائيليون في كل حال إسرائيل تقريبا تقول لهم أن المسألة ليست سألة ولذلك ولكن الفرق أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لا يضع هدفا في حرب مع لبنان انتصار كامل ولا يضع هدفا تدمير حزب الله الهدف هو إعادة المواطنين إلى الشمال وهذا يتم عن طريق توفير منطقة آمنة تستطيع إسرائيل فيها تراقبة وتمنع دخول إليها ويتحدثون بشكل جاد في إسرائيل أن المسألة مسألة أيام قليلة وستنضي الأمور يعني هوخشتيني سيسافر من موسكو إلى الولايات المتحدة أربعة أيام ربما يشمل أيضا أمورا أخرى وربما يلتقي أيضا مع ترامب ويتحدثون بلهجة جديدة في الولايات المتحدة خصوصا المقربون من ترامب قسم منه موجود في إسرائيل أيضا يريد تعجيل هذا الملف يبدو أن عند ترامب هذه الأولويات حاسمة وطبعا طريقته مختلفة عن طريقة بايدن هو حازم وعاسم وصارم ولا يريدون إغضابه في إسرائيل فهو يريد إنجاز ملف لبنان أولا ثانيا ملف غزة وثالثا قبل أن يصل إلى الحكم أن تكون ضربة إسرائيلية لإيران كل هذا يجب أن يتم خلال 6-7 تسابيع حتى الثاني عشر من يناير هذا ما حدده هو سيدخل في العشرين ولكنه يريد إنجاز الملفات حتى الثاني عشر وفي إسرائيل يعني كما يبدو أنهم يهابون ترامب وبدأ يعني ثانيا يشعر لأن هذا الأمر يعني لا يجوز لك الالتفاف على ترامب وعندئذن ستكون العفاق قطع الهواء نعم شكرا جزيلا لك من الناصرة الكاتب الصحفية المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نظير مجلي ومن بيروت الذي فقد الاتصال بين المستشار مستشار الحدث لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة شكرا جزيلا لكم على كل هذه الإضاحات شكرا جزيلا لكم��고حنب شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم كلمة المستشار الحدث